موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم معاكم مصطفى مكر النهاردة ان شاء الله بنكمل مع دروس تصميم التجاري والاعلاني وحنتعرف فيها على انواع الورق اللي انا بستخدمها في الشغل بتاعي وازاي اخطار خامة الورق اللي بتناسب الشغل اللي انا بعمله في البداية انا اغلب الورق اللي انا بشتغل عليه بيبقى الورق الابيض العادي اللي انت بتشتري اللي هو الورق الـ A4 ده في منه 80 جرام وفي منه احجام كتيرة ده بتشتغل عليه طباعة الورق الرسمي في منه نوع بيبقى فاخر شوية اللي هو بيبقى خامة الورق اسمها كريستال دي بتديك فخامة اكتر في الليتر هيت بتاعك وفي نفس الوقت كل اللي ده بيزود فيه التكلفة يعني نقدر بنقول ان الورق العادي ده بيبقى ده الورق الستندر لو هو ارخص حاجة او اقل حاجة بتبدأ بيها بعد كده فيه الورق كريستال وفيه ورق كونكورد فيه حاجات كتير قوي بتقدر تشتغل بيها وبالنسبة للكروت الشخصية طبعا احنا بنشتغل على خامة اسمها كوشي الكوشي ده بتشتغل عليه اغلب الشغل بتاع الدعاية بتشتغل على كوشي فيه منه فيه كوشي 90 جرام فيه 150 جرام فيه 135 فيه 170 فيه 200 فيه 250 فيه 300 فيه 350 كل دي احجام وسماكة بتختلف حسب نوع الشغل اللي انت بتعمله بخصوص الكروت الشخصية بيشتغلوها من 300 ل350 حسب ما بيبقى متوفر علشان يبقى الكارت متين شوية او الخامة بتاعته بتبقى تقيلة نفس الخامة دي بعمل بيها الفولدر نفسها بعمل بيها شغل الاغليفة بتاعت ال سيدي بعمل بيها ممكن عمل بيها على بالادوية بس بختار الخامة اقل شوية يعني ممكن استخدم من الكوشي 250 طبعا انتو مش هتفهموا كل الكلام ده بس هي الفكرة انك لازم تنزل وتشوف الكلام ده في المطابع بشكل عملي وتبدأ يعني لما بتمسك الورقة تقدر تقول الورقة دي وزنها كامل بخصوص المجلات او الكتب المجلات بيبقى الورقة الداخلي بيبقى من 170 جرام لـ 200 جرام دي تبقى حاجة حسب السعر او حسب الكوست اللي العمل عمله لك والغلاف بتاحها بيبقى من 300-350 ممكن تعمل 250 برضو كل ده بي meno بيأثر او اللي بتحكم في التكلفه بتاعتي ام شغل arkadaş او بروشورات سواء كانت اي فور اي فايف ام كل ده بشتغلو على ورق من 150 لـ 200 جرام يعني حسب التكلفه برضو اللي بتحكمك لو انت عايز المطويات بتاعتك او لو عايز الفلاير بتاعك الجودة بتاعت الورقة بتاعته تقيرة ممكن تعملهم 10 جرام ممكن تعملوا اقل شوية تعملوا 170 جرام بس في حاجة لازم تاخدوا بالكم منها لما تشتغل شغل مطويات او حاجات بتتني يفضل انك تعمل عليها طبقة السلوفان السلوفان ده فيه منه لميع وفيه منه مطفي السلوفان ده طبقة عاملة شبه الكيس دي بيتلف او بيتغلف بيها الورق طبعا بيبقى خفيف خالص يعني هو فكرته انك بتحافظ على الشغل بتاعك لان التانيات دي مع الورق بتبدأ تتكسر او بيبقى شكلها مش لطيف مع الفتح والقفل اكتر من مرة بيبقى شكلها مش لطيف فالسلوفان بيحافظ دايما على الحكاية دي طبعا ده انت بتطبعه على اغلب الشغل يعني لو انت عايز شغلك بكوالة تعالى يفضل انك تستخدم السلوفان يعني هو بديل اليوفي اليوفي هي طبقة لميع طبعا هو اغلى شوية بس كوالتي بيحافظ على شغلك وزي ما قلت لكم فيه منه اللميع وفيه منه المطفي بخصوص العلب العلب فيه ناس بتشتغلها كوشي فيه ناس بتشتغلها حاجة اسمها دوبليكس او بيبقى ورق المطقيheure يعني اقل شوية من الكوشي اااا فيه اسمه دوبليكس دوبليكس فنلندي ده خكمته كويسه اوي بيبقى بيبقى ابيض من الجهدين ده تقدر تشتغل عليه شغل العلب او لو انت الميزانية كويسة معك تقدر تشتغله عل ورق الكوشي العادي اللي بنتبع عليه كل الشغل ده بخصوص الشنط ممكن تشتغلها 300 تشتغلها 250 يعني برضو التكلفة هي اللي بتتحكم في كل الموضوع ده زي ما قلت لكم يبقى أنا دلوقتي اللي أنا عرفته أن أنا بتعامل معه أغلب ثلاث حاجات اللي أنا بتعامل معه في شغل الدعاية والإعلان الخامة الكوشي خامة الدبليكس والورق العادي خالص اللي أنا بطبع عليه اللي هو ال-A4 بس طبعا لما بطبع عليه في مطبع ما بيجيش A4 بيجي بمقاس الفرخ عادي وبعد كده بيتقص بعد عملية الطباعة زي ما حنشوف إن شاء الله في الدرس الجاية الخاص بالمونتاج ده كان درس سريع تعرفنا فيه على أهم الخامات اللي أنا ممكن أتعامل معها أو نوعية الورق اللي أنا بستقنمها في الشغل بتاعي وزي ما قلت لكم الدرس ده هتفهموه أكتر لو نزلته روحته أي مطبعة بحيس تشوف كل ده بعنيك لأن أنت مش هتفهم كل اللي أنا بقوله ده لما تنزل عمليه وبعنيك لأن الحاجات دي ما ينفعش تدرس بشكل أكاديمي أو بشكل نظري لازم تشوف ده كله بعنيك وبكده وصلنا لنهاية درسنا النهاردة استنوا للدرس الجاي سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن أستغفرك أو أعطوك ولي تشوف خوبه برحوظة تشوف خوبه تشوف청